بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين اللهم صلي وسلم وبارك على رسول الله عزيزي الطلباء والطالبات طلاب الصف الثالث لتنين شاء الله النهاردة زي ما وعدناكم وهنكمل ان شاء الله للطلاب طبعا اللي قعدوا في المنازل وطبعا عايزين يكملوا المنهج هيكملوا ان شاء الله معنا ولكن دائما كلنا نبدأ مع بعض اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد طبعا العينة أو اللي سنبتكلم يعني طول الحيوانات البحرية طبعا الطول الأفقي اللي هو طبعا قلنا اللي هي المخلوقات البحرية المهم لما نيجي مسلا يسطو الحيوان اللي هو سمكة القرش طبعا عشان الشرق ده طويل أفقي فطبعا بنقول معه لونغ لونغ ثيرتي ميتر ميتر لونغ يعني تلاتين متر يعني استعبان البحر يعني واحد متر ثيرتي سنتي متر وثلاتين سنتي لونغ طبعا برضو طوله أفقي طوله إيه أفقي قلنا الطول الأفقة لونغ والطول الارتفاع طول طبعا يعني رأسي يعني رأسي طبعا هنا هنقول طول هنقول طول وليس لونغ لما نيق مثلا نقول طول هنا ارتفاع رأسي اللي بنسميه اللي هو الغواص يعني ارتفاعه واحد متر وعشرة سنتي يبقى احنا عندنا الدرس بيتكلم ازاي بنقيس الطول الرأسي والأفقي الأفقي اللي بنسميه يعني ما قل طبعا ده الطول زي ما احنا شايفين كده السام أفقي طول أفقي أما بالنسبة لتوكينجا يعني قياس الطول الرأسي للمخلوقات البحرية بنطلق عليه بلفز طول يعني طوير رأسي يعني ارتفاعه اه خمسة وعشر سنتيمتر طول يعني ايه طول يعني بالرأس الغواص يعني ارتفاعه اه او طوله واحد متر وعشرة سنتي هنحط تك عند الاجابة الصح طول طبعا الاكتوبص يطرى ياخد طول طبعا هنا الاكتوبص بياخد معانا ممكن يبقى طول وممكن يبقى لونج طبعا دين هنا اه تلابيا طبعا هنا بتاخد ايه لونج بتاخد طبعا لونج وليس طول تلابيا ممكن تاخد طول برضو لو انا وقفتها او لونج ممكن تاخد طول او لونج يعني لو انا وقفت السمك كده كده تاخد لونج ولو وقفتها تاخد طول بس هي حاليا هنا زي ما احنا شايفين هي في الوضع الوقتي هي وضعها الوقتي طيب بالنسبة للشارك طبعا برضو لونج طب برضو لونج لانه ارتفاع طبعا طول يعني ارتفاع رأسي ارتفاع رأسي يعني هنقسهم ونكتب الاجابة بتاعتنا لما يقول لنا مسلا طبعا هنا لو قسنا طوله تقريبا كده نشوف الطول ممكن نقول او نينتي سنتيمتر طبعا التليبية كده من الشكل بتاعها ممكن نقول برضو لاتنين اه طبعا هنا ممكن نقول اه بيبدو كده لو اسناه تونتي ايت سنتيمتر زي طول ده جيلة فش طبعا الجيلة فش از اس بس سنتيمتر طبعا اه اه لونج طبعا لونج ده اللي هو كام تونتي يبقى نقول تونتي وبالنسبة طول والطول بتاع ففتين يعني او تقريبا كده ففتين يعني خمستاشر اه بعد كده عندنا الدرس نومبر ثري لسون ثري لانجوش يعني عشان نسأل عن الطول بالافقي بنقول لو نسأل عن سؤال عن طول الاشياء بالافقي نقول طبعا هنا هولونج معناه كم طول بس عشان الشارع بياخد الطول الافقي فطبعا بنقول هولونج ذات ستري يعني كم طول هذا الشارع هولونج اه الطول الافقي السؤال عن طول الاشياء الرأسية يعني كام ارتفاعه او كم طوله اتس طبعا قبل هنا انا لو نجي تعمل انصر اجابة او الاتس وان هاندرد ايتي سيفن ميترس طول يعني طول برضو الاب لها لو قلنا فور اكسامبل how long is that street كم طول هذا الشرع وقابلنا it's طبعا إجابة مكتوبة it's 670 meters long it's 670 meters meters long how to make a question and a sentence إزاي بنكون سؤال ويسنتنس جملة لو قلنا نقول سؤال how long ممكن نقول how long لو أنا بسأل عن الطول الأفقي وhow طول لو أنا بسأل عن الطول الرأسي how long أو how tall is وبعدين نكتب الشيء how tall is it أو how long is it how tall is it أو how long is it لما نيجي نقاجب بنقول it's ونكتب النمبر الرقم وكلمة متر لو هو طوله بالمتر أو متر لو هو طوله أو سنتيمتر لو طوله بالسنتيمتر وبعدين بنكتب كلمة طول لو هو رأسي و long لو هو أفقي يبقى مرة تانية للسؤال عن الطول how long is it أو how tall is it أو الإجابة عليهم it's for example أي نمبر الرقم it's for example 10-30 لو قلت 10 متر أو 20 سنتيمتر ممكن أقول طول أو long ونشوفها في الأسئلة حاليا هنحطهم في الترتيب ها من شاطر يقول لها نقول إيه how tall is the window ها برافو سمع حد أدي أقولها تاني how tall is the window how tall how tall is the window how tall is the window يعني كم طول النافذة it's six meters tall مرة تانية it's أنا سمعك وقاعدين تقول الإجابة it's six meters tall it's six centimeters tall it's six meters tall it's six meters tall long 20 centimeters tall it's 20 centimeters long مرة تانية it's 20 centi meter tall it's how long give me long give me long much tall long it's 20 centimeters long it's 20 centimeters long your pencil how is long how long is your pencil مرة تانية how long how long is that pencil how long is your how long is your pencil how long is your pencil يبقى ناخد بالنا من ترتيب how long is your pencil يبقى الطول اللي ارتفاعها وطول و العرق و العرق how long use the ruler to measure هنا استخدم المسطرة ونئيس الطول طبعا ده ونئيس طبعا تقريبا كده شكله 80 سنتيمترز آآ الكي طبعا إنه يدوبك آآ أو آآ ten five سنتيمترز آآ الألم تقريبا كده لو جينا نقيته نقول آآ ten سنتيمترز آآ فور آآ لعندنا البراش الفورشة ممكن نقول ثلاثي سنتيمترز آآ عندنا هنا آآ الدبوس ممكن نقول دو سنتيمترز يعني اثنين سنتيمترز طيب الآآ الزس بان ممكن نقول ثري آآ فور سنتيمترز وطبعا ده ممكن نقول عليكم تقريبا كده بردو فايف سنتيمترز يعني تقريبا لو جبنا المسطرة وإثنهم نعبر هنستخدم الوحدة الصحيحة لقياس الأشياء آآ طبعا هنا آآ يطرى هنا السنتيمترز ولا الميترز طبعا هنا نستخدم آآ الميتر الميتر يعني المتر ممكن نقول البص ده اثنين متر طيب السنتيمترز ولا الميتر طبعا هنا سنتيمترز يعني دوبك السنتيمترز نقيس بارتفاع الزجاج السنتيمتر لكن البص ممكن نقيسه بوحدة المتر يعني اثنين متر ثلاثة متر وهكذا. اه اه سنتيمتر ولا اه المتر بالنسبة للطريق طبعا هنا سنتيمتر طبعا هنا بالمتر. سنتيمتر ولا متر طبعا الارتفاع بالمتر لانه طبعا حاجة مرتبعة وطولها كبير بنستخدم المتر. الزرافة ممكن نقول بالمتر. طيب اه طبعا هنا الولاد ممكن نقول بالمتر طبعا يعني واحد متر مثلا او ممكن نقوله سنتيمتر لانه شكل ولد. ممكن سنتيمتر لانه ولد صغير وليس جديد. هنبص وهنعمل دينا. طبعا هنا يطرى الالم نقول هاو طول ازيت ولا هاو لونج ازيت. طبعا الالم نقول هاو لونج ازيت لانه جاي لنا بالعرض. يبقى هاو لونج ازيت. هاو طول ازيت ولا هاو لونج ازيت طبعا طول ولا لونج طبعا هاو لونج. برضو هاو لونج يعني ارتفاع. هاو طول ازيت ولا هاو لونج ازيت طبعا هنا برضو هاو لونج نقوله ارتفاع. ممكن اقول هاو لونج او هاو طول. لانهم افق طب نيجي للمعنوى طبعا هنا هاو طول لانهم ارتفاعهم رأسي طبعا برضو هاو طول لان ارتفاع رأسي ارتفاع رأسي هاو طول طبعا برضو بالرأس كده يبقى هاو لونج ازت لان ارتفاع رأسي هاو طول ازت طبعا برضو هاو لونج ازت هاو لونج ارتفاع وطبعا ده ايه افقي يبقى هاولونج لكن لو شيء وايف منقول عليه هاو طول ومن هنا وصلنا لنهاية الدرس الثاني والثالث وانت ان شاء الله انتظرونا مع الدرس الرابع والخامس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته